الحقيقة سؤالي أنا لا شك أن الأنبياء أعدوا للرسائل اللي اتلقوها يعني ذم إعداد كل نبي بما يليخ برسالته يعني سيدنا موسى أعد لهذه الرسالة بقوة وجسارة سيدنا عيسى أعد لرسالة روحية أعد إعداد روحي وسيدنا محمد إلى أخي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنا سؤالي بقى لما عاد تفكر في السيدة مريم يعني امرأة زي أي امرأة زي أي من البشر فاهمة أنه الإنجاب لا يأتي إلا من لقاء رجل وامرأة يعني دعكة من الجانب اللي هي بتاعي أنها تبقى حامل وأهلها والقصة دي اللي احنا اتكلمنا عنه أنا سؤالي بس يعني قصدي تركيزي على أن أي بشر في الدنيا فاهم أني الإنجاب بيأتي من التقاء رجل بمرأة هي بنت صغيرة ويدخل عليها ملك ويقول لها أنت هتبقي حامل وبتاع استقبال هذه الرسالة كان يتطلب إعداد خاص جدا جدا طيب السؤالي بقى هنا إعداد الأنبياء ده مفروغ منه سؤالي هل هناك إعداد رباني للصالحين أو للناس العادية لزينا ريف تعاليك السؤالي رائع جدا أنا كنت مترقب السؤالي ده مبدل يعني الله يخلي ربنا يحفظك الأنبياء قال سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعله رسالته الله أعلم حيث يجعله رسالته تمام واصطفاك واصطفاك على النساء العالمين أعدت إعداد خاص طيب وعدت والسيدنا موسى واللي تصنع على عيني واصطنعتك لنفسي بس ده نبي وقالنا كين يا مولا بقنا فالله تعالى يصطفي من عباده الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس من الناس اصطفاء على نوعين فيه اصطفاء للنبوة وفيه اصطفاء للشهادة وفيه اصطفاء للصلاح وفيه اصطفاء للقيام بالحق ده اصطفاء الله سبحانه وتعالى يقول اين ويتخذ منكم شهداء اتخذ منه يصطفي فالاصطفاء ده انتقاء فالله انتقاها وايدها بذلك ولذلك وهي لسه مكفولة يدخل عليها زكريا تجد عندها رزقة قال ان هذا قالت هو من عند الله تب رزقا في الظاهر كده اكله شرب لكن علماء العلم الإشارة بقى والتصوف والتنقية والحاجات دي قالت لك وجد عندها فهما وجد عندها فهما وجد عندها علم وجد عندها رزق وليس هناك اوسع من الفهم رزقا طبعا واعظم من الاتقاء رزقا واعظم من العلم رزقا فأعظم من يرزق أكله شو الموجود لأن ترزق الهداية وأن ترزق العلم وأن ترزق المعرفة دي أعظم تربية وأعظم إعداد ودي تأكل للصفاء طيب ما هو هنا فيه مأزق تاني إذا كان الله بيصطفي عباد معينة خلاص عمل منهم رسل وانتهى الرسل بيصطفي عباد للشهادة تمام جدا وبيصطفي عباد للهداية فإذا مع ما نعمل لو ربنا ما اصطفاني إيش خلاص يعني أنا راحت من إيدي طيب يبقى لي أخوش النار أولا فيه ثلاث أجزاء الجزء الأول ذلك بفضل الله يؤتيه من يشاء طيب طيب ماشي ذلك بفضل الله يؤتيه من يشاء لو علم سبحانه وتعالى والله تعالى يعطي بحكم ويمنع بحكم فهو حكيم دي نقطة فالله تعالى يصطفي بعض الناس بعض الناس لحكمة لأعمال معينة أعدهم إعداد معينة يقوموا بها خلاص أنبياء ورسلوا وقيادات في بعض المناظر فده انتقاء خاص تمام كده لكن بقية الناس بقية الناس قدامهم مهمة كبيرة جدا قدامهم عندهم أوامر ونواهي والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون ربنا ما عندوش ماضي وحاضر المستقبل صح كده الله ما عندوش زمن سبحانه وتعالى زمن عندنا احنا فقط فالله تعالى يعلم علم يقيني وأنا جاي النهاردة أنا جاي الحلقة ولا مش جاي والجاي الحلقة سنقوم بواجب شرعي ولا أروح ضيع وقت في معصي علم الله تعالى الخبير علم يقينا علم البشرية كله ظني وعلم ربنا يقيني فكتب عنده مش عندي أنا معرفش ربنا كاتب اي ولا عرفوا ان احنا بعد الحلقة نروح فين صح كده لكن عند الله تعالى كتب عنده أنني سأتي وأن أقوم بدرس كذا ومحاضرة كذا ونتكلم في كذا وكذا فكتب عنده وسأتي وأنا لا أعرف لكني وأنا جاي مختبر ما زلت في الاختبار حضرتك لما تكون مدرب كورة وتقول اللاعب الفلاني هيجيب جون في الشوط التاني وكون مدرب محترف وعندك خبرة عالية والمدرب واللاعب ده يجيب جون ده علم غير ولا خبرة خبرة وجايز ما يجيبش صح لكن علم الله خبير علم يقيني فكتب عنده ومش عندي لم ينشر أنا لا أعرف شيء ولكن كتب عنده سبحانه العلماء بيسموه ايه بيسموه علم كاشف وليس علم دافع فلكن أنه مخير وانت مخير يعني ربنا كتب لكن إن أنا أعمل أولأ أنت في الاختبار ده الاختبار بيسموه علم كاشف وليس علم دافع ولا يرضى لعبادي الكفر يعني هو مش عايزي يكفر يبقى كافر ولا ي gordلي ضلال لكنه أعرف أنه يختار ده فكتب عنده بيسموه علم كاشف وليس علم دافع مش عارف هو وصلت ولا لا لأي عايزي شرحي تاني شوية يعني طيب طيب نأخد تاني الأستاذ في المدرسة الأستاذ بيقول الطالب الفلاني ده هيتفوق يطلع أول واحد فيهم والطالب الفلاني ده هيرصد علشان هو خبير راجل تربوي وعارف الطالب بس بطول السنة العلم ده كل ما كان خبرته عالية كل ما كان توقعه مطابق فلما توقعه ده يطابق بيبقى خبرة مش علم غيب لكن ممكن يخالف لأنه في الأقل العلم ظني أما الله جل في علا فهو الخبير وعلمه يقيني وليس ظني فهو يعلم بخبراته أننا حينما يوم كذا سأختار كذا وأطرق كذا فكتب عنده سبحانه في لوح المحفوظ أنني سأختار يوم اثنين كذا وكذا لم يفعل هذا لي أدفعني إليه ولكن لعلمه المسبق باختياري وأنا لا أعرف شيء عما كتبه الله سبحانه ولو ما اخترتش ربنا ما عنده الزمن لا لا معلش يا دكتور معلش دلوقتي أنا لو ما اخترتش لو علمه ربنا ظني يبقى فيه لو ما اخترتش طي 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 لأن الأعدة دي طي 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 هولا خلق أنا أسف يا سامحني تفضل الأعدة دي اللي إحنا عادينا مش عارفين أتنتيه الساعة كامة على رأي توفيق مثلا ثلاثة ولا خمسة مثلا ماشي شكرا موتاكم بالخير يا دكتور لو مش عارفها دخل أسئلة هي عند ربنا خالصة هي عند إحنا بنقعد لكن هي عند ربنا خالصة فربنا عارف أخيرها فين فكاتب عندنا أخيرها فين يعني كل شيء بيجري على الدنيا بقضاء الله وقدر طبعا يعني أنا هسقط في الامتحان مش لأننا ما ذكرتش لأننا لأننا بقضاء الله وقدر لكن هم تغير الصحيح تماما ازاي بقى دكتور هو ربنا قال لي ذاكر مو كل شيء بقضاء الله وقدر قال لي ذاكر ماشي خلاص وما ذكرتش مش هتنجع يبقى مش بقضاء الله وقدر لا إله إلا الله ما ذكرتش مش هنجح تمام كويس ليه لأننا ما أخدتش بالأسباب المطلوبة ليه أقول لك أنا أحضر حاجة لما أكون مريض لما أكون مريض ليه بيقول خلاص أنا مش أخذ لعلاجة إذا كان ربنا سبحانه وتعالى كشيف لي كاتب لي أن نصحة أمرنا أن أخذ بالأسباب إذا ما أخذتش بالأسباب قال لك إذا ما أخذتش بالأسباب أنت مسؤول بالتالي لكن هو يعلم سبحانه وتعالى أنا أعطيك مثال ربما يكون أكثر شرعية من كده مثال كويس أولي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي من صره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصر رحمه اللي عايز يزيد وعمره يطول يصر رحمه قل لي بقى يزيد إزاي ده والعمر يطول إزاي مش كده الله تعالى يعلم علم اليقين إنك إنت هتصل رحمك أقول لا وأنا يعلم علم يقين أنا أصل رحمة وأن لا فعمرك قد إيه العلماء بيقوله إيه بيقوله أن التغيير والتبديل في علم الملائك وليس في علم الله تعالى فربنا بيقبل الملائك أن محمد أو جمال أو فلان إن وصل رحمه في عمره تسعين مثلا إن لم يصل رحمه في عمره تمانين التغيير والتبديل ده في علم مين الملائك أما علم الله تعالى فلا يتغير فيعلم يقينا أنه سمح إنما يختبر في هذا سيصل رحمه ولن يقطعها ويطول عمره ورزقه كذا وعمره كذا لذلك ربنا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب المحو والإثبات في علم الملائك أما أم الكتاب فلا محو فيها والإثبات رفعت الأقلام وجفت الصحف والله أنا ما فهم حاجة أنا يعني معنى كده أن أنا لا أستطيع أن ألوم زميلي عبد الناصر لأنه هو معدي من غير ما يبص لبس فكريين تعور في نقطتين الأشياء القاهرية أنت مجبر فيها آه طبعا ما فيش كأكلك وشربك وعمرك وعيدك وحياتك ومان مليك الأمور الاختيارية أنت ممتعا فيها هل أنت تعرف ربنا كاتب لك إيه لا معرفش يبقى أنت مختبر بس أنت كامل حرية عندك كامل حرية كامل حلقة وتمشي صح أي مختبر الاختبار حينما تكون حرية والحرية معك كون ربنا خبيل يعلم اختيارك وكتبوا عنده ده علمه سبحانه وتعالى يبقى نقف بقى هنا يبقى نقف عندي فكرة أن هناك أمور قهرية أنا لا دخل لي فيها هعيا إمتى هترزق بقد إيه هموت إمتى هذه أمور خارج إراضتي على الإطلاق ولكن لو أنا ما ذكرتش وسقط ده أمور ده أمور اختياري لو أنا ما أخدتش بالي وأنا بعدي الشارع وما أخدتش الإجراءات بتاعتي وتخبطت بعربية ده أمور اختياري لو أنا وطلعت مالط في الشارع والدنيا ها وأخدت كورونا ده أمور اختياري الله يفتح عليك الله يفتح عليك يبقى إذا مساحة الحرية مساحة الاختبار ها كده صح مساحة الحرية مساحة الاختبار إنما مساحة القاهرية مساحة الجبار سبحانه وتعالى ليس لك فيها شيء يعطي ويمنع يمرض لا أسن الناس تقول له واحد ما ثاني وانت ما وانت ما تبغتش ليه مزعزة فتقول لك ربنا عايز كده حصل الله حصل لا ربنا عايز كده ده أفتئات سقطي لي يقول لك ما قدر ربنا قدرت لي يقول لك ما قدر ربنا أقول لك لو صبر القاتل مش عارف هو ربنا نقدر عمره ده لكن انت ريح تقتل وعارف عمره تبدأ تجي عليه